على عجل وصل وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الى العراق في زيارة تبدو كأنها الانذار الاخير لشركاء العملية السياسية بالوقوف بعيدا عن ايران او اعلان حياد منها حيث بدأت طبول الحرب تقرع في المنطقة ضمن صراع النفوذ بين واشنطن وطهران اربع ساعات قضاها بومبيو في بغداد في زيارة خاطفة لم يعلن عنها مسبقا ليعيد فيها الرجل ما قالته واشنطن مرارا عن ضرورة ابعاد العراق عن النفوذ الايراني وعدم خضوعه لاي طرف لكن في لهجة مختلفة قد تكون اشد وعيدا هذه المرة مع وصول حاملة الطائرات الامريكية ابراهام لينكولان والتي لطالما كان ارسالها نذيرا لحرب مرتقبة تلوح واشنطن حاليا بشرنها ضد ايران الخطوط الحمراء التي رسمها بومبيو في زيارة شددت على ضرورة توفير حماية المناسبة لامريكيين في العراق من التصعيد الايراني في المنطقة في اشارة صريحة لميليشيات ووكلاء ايران في العراق من جانبه قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان العراق سيلتازم بحباية البعثات الاجنبية العاملة فيه وانه لن يسمح بوقوع اتداء على اي مقر عسكري او سفارة او شركة اجنبية فضلا على تأكيده سياسة حكومته الالتزام بمصالح البلاد وشراكتها الاستراتيجية مع واشنطن هو الانذار الاخير اذا للعراق لوقوفه مع ايران كما يقول نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي حيث رجع عبد المهدي خطوة للوراء بعد انجراره وراء ميليشيات الحجد في تصعيدها ضد وجود القوات الامريكية في العراق ويؤكد الاعرجي بالتوازي مع ذلك انه لا مفر للعراق بالنسبة لواشنطن بان يكون مع القرارات الامريكية ضد ايران وهي النقطة الفاصلة لواشنطن بعدم استهداف العملية السياسية والميليشيات الموالية لايران في العراق والتي على صوتها في المنطقة حتى اكثر من طهران ذاتها وان عدم التزامها بتغيير الخطاب سيدخل العراق بحسب السياق المنطقي الاحداث في متاهة لا رجوع عنها حيث ترقد المنطقة على فوهة بركان حرب قد تنفجر بأي لحظة